بعد فوز الأهلي على التحاد سكندري كده ريني فيلر قدر أنه يعدي بأكتر اختبار صعب له في الدوري في الموسم ده عدى الأول بالاختبار بتاع أنه لعب ولي دجلة فريق بيضغط عالي عدى من اختبار حرس الحدود الفريق اللي بيأمن مشاكل ادفاعي كبير عدى من اختبار المفاجأة الأول اللي كان موجود معاه مع السوبر طبعا قدام الزمالك عدى من اختبار أنه يلعب وخط ادفاعه فيه نواقص كتيرة جدا عدى من اختبارات كتير جدا النهاردة كانت مباراة صعبة على الأهلي في الشوط الأولاني ففكرة أن الأهلي يقدر يتجاوز الصعوبات دي وفكرة أنه يقدر يعمل الشوط التاني ويرجع تاني أهلي فيلر بيقدم كرة ممتعة مع الانتصارات دي حاجة بالتأكيد تدعم جمهور الأهلي في أنه يدعم ريني فيلر في الدوري وفي دوري أبطال أفريقيا المحفل الأهم من التأكيد للأهلي في الموسم ده معايا النهاردة رامي وعايزكوا تسألونا بقى على السوشيال ميديا وتشاركونا في إيه أكتر حاجة عجبتكوا في فوز النهاردة للأهلي على التحاد سكنداريو كان مين ما نبزماتش بتاع المباراة مساء الخير أستاذ الرامي مساء الخير عايز أكتر حاجة عجبتك في الأهلي إيه النهاردة القدرة بنتحول من الشوط الأول سيئ للشوط التاني كويس جدا طبعا بقول رحمد الشيخ فرق مع الأهلي جدا في نهاية الشوط الأول لكن تدخلات فيلر من فترة كبيرة أنا ما حسيتش أن الأهلي كان عنده مدارب بيقدر يغير اللعب بيشوف العيب مش كويس النهاردة فبيسحبه وبينزل اللعب تاني بيقدر يعرف قوة الفريق اللي قدامه ويقدر يضغطه ازاي ويعمل ايه الأهلي الشوط الأول أحقاد لأول مرة مع فيلر كان في فريق بيحرجه حتى ماتش النجم السحلي ما كان شوط الأهلي يتحرك بنفس الشكل حتى هو بلعب عشر لعيب بالزبط إنما النهاردة الاتحاد في 45 ديئة كان هو الأفضل بيحرج فيلر لأكتر من مرة كان ممكن يجيب جوله الثاني معلول كان التقاطيات والدفعية سيئة جدا نزل الشوط الثاني طبعا جول أفشة اللي كان عليه جدل يعني قطر المرش نعم ما لنهاش علاقة بالتحكيم دي نقطة مهمة في الكومنتات ما لنهاش علاقة بالتحكيم نعم وبعد كده بعد الجول الثاني أعتقد من فترة كبيرة ما شفتش حد في مصر بشكل عام بيعمل تبديل هجومي بيسحب أفشة وينزل أظهره فرقته كسبان 2-0 كان ممكن يأمن وخلاص عشان المرشات الجاية ماتش بلاتينان بعد المرشات مقصة له هو بيهاجم عايز يجيب تاني جول ثالث جول رابع جول خمس ده كان الفرق يعني النهاردة أعتقد الفوز كله بيرجع لفايلر أهم من اللي علي النهاردة طلعت يوسف قدر أنه يعمل مباراة كبيرة مع بايلر طلعت يوسف كان الأول بيحاول دايما يحرج الأهلي عن طريق أو بيحاول يمنع الأول خطورة الأهلي عن طريق أنه كان موجه اللعب كله في الناحية بتاعت علي معلول عشان دي الناحية القوية في الأهلي اللي فيها معلول وفيها حسين الشحات اللي بياخد مكان رمضان صبحي اللي كان واحد من أهم العيب الأهلي في الفترة بتاعت فايلر دي كانت الجبهة نارية للأهلي ففكرة أن الاتحاد حاول يقفلها في بداية المباراة النقطة الثانية بقى كمان أنه يحاول يحط أحمد رفعت دايما في مواقف واحد على واحد ودي حاجة صعبة جدا على محمد هاني كانت لأن رفعت عيب حريف وفكرة كمان أن الفريق كله طاير للهجوم كان مخلي هاني من غير رقابة أو من غير دعم ومن غير حماية يعني فدي كانت نقطة تانية صعبة جدا قدر أن ريني فايلر يحلها حلها بقى إزاي في الشروط التاني حلها بأن الأول علشان يموت الخطور أو يعيد الخطورة للجبهة بتاعت علي معلول وبتاعت حسين الشحات زبط وسط الملعب ابتدى مجدي أفشا يسيب مكان وياخد حرية أكتر في الانطلاقات لقدام وابتدى عمر السلية ما يزيتش فيه الهجمات إلا بالتدريج وإلا لما يحس أن الفريق فعلا محتاج أن هو يزيد فابتدى يقلل من الكسافة العددية اللي موجودة عند الاتحاد فالاتحاد شخصيا هو بيرقبك يبتدي هو كمان يخف في الرقابة بتاعته ويبتدي يطلع لقدام طريقة اللي لعبها في أمخ الملعب هي اللي زبطت في الحقيقة الوينجين هي اللي خلت الأهلي يجبر الاتحاد ويرجع ولما الاتحاد رجع يبتدي الأهلي بقى يلعب الموتش المستريح بتاعه الوان سايد جيم طيب فيكم انتق كتير بس قبلهم عبد الرحمن بيسألك عايز إيرك في صناعية السلية وديانج بص انا امبسطت جدا النهاردة من التشكيل لان انا كان عندي جمهور كله كان عنده سؤال مهم جدا لريني فييلر هل لما تيجي موتش كبير هتلعب برضو بنفس الخطة الهجومية ويبتدي المدافعين بتوعك يكشفوه لك انك ما تقدرش تعمل كده ولا لا فجي النهاردة لانه شايف ان الموتش ده اهم موتش في الدوري وانه مع الاتحاد سكنداري اللي فرمته عالية جدا ورجع لموضوع 3 فوسط الملعب اللي هي 4-3-3 مش 4-2-3-1 وبالتالي وجود الكسافة العددية دي تحسزك ان فييلر اولا مش مكابر مش معاند مش من المدربين كمان اللي ممكن يورطك في موتش كبير بفزلكة او برغبة في انه يلعب كرة هجومية على حساب الفريق لا الفريق رقم واحد ونتيجه رقم واحد بعد كده تيجي الاداء وتيجي الاستمتاع فالفكرة في حد ذاتها كانت ممتازة لكن السولاية النهاردة على المستوى الفردي مكانش في حالة جيدة خالص يعني السولاية النهاردة من اقل المباريات ليه فيه عدد التمريرات او اهم من عدد التمريرات دقت كمان التمريرات هو مجد قفشة في الشوط الاولاني كان فيه مشكلة كبيرة جدا لان الاهلي كان فعلا مكشوف من الجناحين فتحس ان هم قلقانين وابتدوا يعملوا ادوار دفاعية اكتر بكتير من الادوار الهجومية اللي هم بيجدوها فخرجوا من منطقة الراحة يعني السولاية بالنسبة له يرتاح قوي لو الخصم رصص زي حرص الحدود رصص خطوطه كلها ورا عند الجنة الاهلي يضغطوا سهل بقى عليك خلاص انك تلعب الباسين جيم اللي انت بتعمله انما انك تواجه خصم بيلعبك على الجناحين ده معناها ان انا هضطر اروح كتير للجناحين دافع فدي حاجة تخرج السولاية من قوته لكن فضل وسط ملعب الاهلي حاني مكانه شوية بوجود السولاية دي لو كانوا اتنين بس اعتقد الاتحاد كان بقى اسهل عليه كمان انه يروح على الجول وراح على الجول بس كان هيبقى اسهل كمان انه يعمل فرص اخطر واخطر وربما كان الموتش حاله تغير فوجود التلاتة فارق ايه رأيك في السنائية بتاعت عمر السولاية وديانج اظن ان مش قادر احكم عليها قوي لان ما كانش عمر السولاية النهاردة في حالته خلينا ناخد تاني في عبدالرحمن اقول الاهلي محتاج مدفع او لما يجي مدفع يعني انا عارف الاهلي بيعاني قدامه هجمان بس هو دلوقتي خلى الاهلي عنده اكتر من حل عنده كل اللعبة بتسجل افشا بيسجل حسين الشحاد بيسجل رمضان لما يرجع بيسجل كل اللعبة معلول بيسجل المهاجمين اظهروا لما بيشارك دلوقتي بيسجل لكن اعتقد الدفاع محتاج مدفع سريع لان الاهلي دي تشوف ماتش النجم بيتضرب في الارتداد بسرعة لانه بيلعب كان بخط ادفاع عالي فبالتالي السبق بتاع السرعة ده هيكرر كتير بصة موافق معك جدا لان اه الاهلي لو عنده مهاجم هو النهاردة جونيور اجاية مسلا كان شوية مهزوز الشوت الاولاني مكانش في احسن فورما الشوت التاني جاب فورما كبيرة بس لو احنا بنتكلم على ان جونيور اجاية اللي هو المهاجم رقم واحد ده مش فورما اوي فانت محتاج حد تاني ولسه نوعية المهاجم بتاع ريني غايلر هو بتاع جونيور اجاية ده اللي هو بيقدر يقف على الكورة ويبقى واخد مع المان فيقدر يفتح المساحة لأي حد ويترن يعمل الترن بسرعة اه بالزبط كده وليد اظهرو ما بيعملش الترن او بيعمل الترن بس ما بيقفش على الكورة مروان محسن بيعمل ايه بيقف على الكورة بس ما بيعملش الترن فانت تحس ان او الاهلي محتاج فرود بس عدم وجود الفرود ممكن يخلي الاهلي ما يسجلش جون كتير بس هيسجل لان عنده حلول كتير ان مع غياب بقى الدفاع ممكن يخلي الاهلي يخسر فمتهيقلي الاولوية الكبيرة عند الاهلي انه يقمن الاول خط التفاعل لان المدافعين بتاع الاهلي سواء عندهم مشكلة كبيرة انك ما تضمنش رمي ربيعة هيبقى موجود في مطش كبير ممكن رمي ربيعة ودي حاجة طبيعية جدا ان يبقى عندك مثلا كان فيه فاكر مدافع في توتنهام باسمه ليدلي كينج ليدلي كينج ده كان عنده اصابات كتيرة مزمنة قديمة فجي الجهاز الفني يبتدى يتعمل معانه وما يحضرش التدريبات الرئيسية بتاعت الفرق يعمل معدلات تدريبية اقلب كتير علشان خاطر ما نقرصش على العضلات اللي فيها المشاكل لكن ما كانش توتنهام يضمن ساعتها ان لما يوصل لانهائي كاس ليدلي كينج هيبقى معاه ممكن جدا كان يقع فنفس الموضوع رمي ربيعة النهاردة كانش موجود علشان خاطر الموضوع قرحت العضلات ده فممكن جدا في مطش كبير تحس انك مش قادر تريزك برمي ربيعة نفس الموضوع محمود متولي نفس الموضوع بقى كل المدافعين في الوقت الحالي متهيقل للأهل المدافعين لما عندهمش مشاكل اصابات فيهم مشاكل في السرعة زي رمي ربيعة زي عيمن أشرف تحليل فالوضوع ده ضروري جدا انه يتحسم لصفقة دفاعية مش او اكتر من صفقة هجومية قبل من نكملي الكومنتاتي عايز اجيه انا بقع بسميه الحالة الغريبة اجيه اجيه مطش عشرة من عشرة او عشرين من عشرة كانت مطش اللي بعده اثنين لأ بس انا بحس ان الجونيور اجيه حتى لو بيديني اثنين من عشرة بس بيديني لقوف على الكورة بشكل ممتاز وبيديني انه لما بيقف على الكورة وبيطلع من منطقة الجزاء بياخد معاه واحد دايما فبيفتح مساحة بقى لأي حد تاني يخش ياخد مكانه انا فاهم بس الباص ان يساعه والشوت بيبقى غريب اصدين يوم يوم انت بتحس ان جونيور اجيه مش فت لدرجة انه يسجل على الاقل هو بيبقى فت لدرجة انه يساعد زميله عاملا بالضبط زي لعبة الارتكاس زي مثلا ما بيتقال على طريق حامد انه في اسوأ حالاته لسه بيجري فهم لان دي حاجة مش مرتبطة بالفورم الفنية لا دي حاجة بدنية هو عنده القوة والقدرة اللي تخليه يجري طول الوقت اه صحيح ممكن انه يعملش بصات كويسة ممكن لما يروح على الجول ما يسجلش بس في نفس الوقت قوته البدنية دي غير موجودة في باقي اللعيبة اللي موجودة في الاهل يعني لا صلاح محسن ولا وليد اظهر ولا معدهمش نفس القوة دي وليد اظهر يمكن قريب منه يعني يمكن لو فيلر تعب وشقي شويتين مع اظهره ممكن يعمل منه نفس او يعلمه نفس الحاجة المميزة قوي عند اجاية اللي هو بيحبها موضوع انه يقف عالكورة ويعمل الترن لان هو بالنسباله هي دي الطريقة اللي بتخلق مساحات ان المهاجم ما يقفش في مكانه يطلع من منطقة الجزاء كتير فعشان كده بما انه هو ده الطريقة اللي عايزها ريني فيلر فلازم يكون المهاجم بدماغ ريني فيلر مش اي مهاجم هينفع يعني روعة 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 ابداع وتقلق متواصل لحسن الشحات ساعات ببقى سوبر وساعات ما بيقصوا بحس اوقات كتير انه بيبقى عايز يمسك الكرة اكتر من اللازم وده بيخليه يظهر بشكل سيء لما بيرعب السهلة بيرعب اللعب المباشر زي ما عمل النهاردة في الجول التالت تقريبا باسنج على طول البيناية خلاص درب وخطة فعل اتحاد لما بيرعب السهلة بيظهر بشكل كويس جدا لما بيمسك الكرة كتير ويقعد يلفه وعايز يلم واحد الثاني والثالث ضد القطع فبيتداء من نفسه بيرجع عايز يعمل واحد والثاني والثالث عملها في مطش الهلال في الاول كان حسين كان يعني وحش جدا جاي في الاخر لا بعد بيرعب السهلة فظهر بشكل احسن تضخ معك مليون في المياه المساحة اللي كانت ورى محمد هاني اهاب النبوي المساحة اللي كانت ورى محمد هاني دي كانت عندها كانت مشكلتها الرئيسية احمد الشيخ ما كانتش محمد هاني لوحده كانت كل الطريقة بتاعت الاتحاد سكنداري انهم اول ما يبقى فيه كرة مشتركة ابن احمد الشيخ والسيد سالم الباكليفت بتاع الاتحاد سكنداري مباشرة بتلاقي الكرة بتتنقل بسرعة جدا ورى او عند محمد هاني عشان يتحط موقف واحد على واحد لحد ما احمد رفعت ففايلر شوية اخد بالهم من الموضوع ده فامنائل احمد الشيخ لقلب الملعب وحطت جونيور اجايق ناحية اليمين عشان لما توصل الكرات المشتركة ما تتردش على الاهلي في الوقت اللي كل الفريق طير فيه اللي يقوم النقطة التانية كمان ان انت بمعتمد على اتنين ارتكاز اللي معا ديانج اتنين لعيبة كرة قوي فهم مش من النوعية اللي يقدروا يحموا فرقتهم هم الدور بتاعهم انهم يفضلوا عاملين استحواز للدرجة اللي تخلي الخصم يضطر يرجع ورى يعني يفضلوا ينقلوا الكرة كتير بشكل سليم لحد ما الفرقة كلها الخصم بتاعك يفضل يرجع ورى فما يقاش فيه خطورة كبيرة في المرتدات بس طلعت يوسف مش سهل فطلعت يوسف كان بيرجع الفرقة كلها ويسيب احمد رفعت فاحمد رفعت كان بيبقى بيلاقي خالد الغندور بيعمل الدور بتاعه دفاعيا فاخد مساحته ان هو لما تجيله الكرة يقدر يجري ويعمل اسبرنتات كبيرة ورفعت موهبة كبيرة وبالتالي كان سهل قوي ان هو رقص محمد هني كتير في سؤال انا حلو برضو ممكن يسألهلك لو افشا تصاب مين يلعب مكان افشا او لو افشا مش هيلعب النهاردة انت عندك عمر الثلية دلوقتي هو افشا بيتبادلة الدور ده مش الدور بتاع رقم عشرة الدور بتاع رقم تمانية اللي عنده حرية انه يتحول لرقم عشرة فانت في نفس الوقت لو عندك واحد من الاتنين عطل التاني موجود مين بقى اللي يقدر يعمل نفس اللعبة دي وليد سليمان اعتقد ان فيلر بيخزن وليد سليمان للاحتياجات يعني في مباراة بتبقى اسهل من ان انا احرق فيها اعتقد وليد سليمان لان مع السن طبعا الطاقة التالي التقل انما لو احتاجت الوليد سليمان في موقف دور زي ده سهل جدا يعمله ما عندوش اي مشكلة وعمله وبتفعل مع الاهلي سؤال تاني هل من محمد سعيد بيقول هل الكهرباء يقدر يعود رمضان صبحي الكهرباء يقدر يعود رمضان الاتنين مختلفين الاتنين عندهم نفس الميزة الايجابية اللي اعتقد الاهلي محتاجها الجناح اللي عنده ابداع وعنده قدرة على انه يحل المشاكل فردية الاتنين مختلفين في ايه ان رمضان عنده قوة بدنية اكتر بكتير فتقدر تبني اللعب علي يعني تقدر توقف رمضان يوقف على الكورة يقدر يزق الفرقة كلها معال قدام يقدر يشد علي معالوله قدام يقدر يشد اي حد داخل العمق القدام انما كهرباء ما بيقفش على الكورة كهرباء بياخدوا الكورة وبيفكر في انه يروح بيها الميزة بقى في الاتنين ان هما بيستلموا في مساحة كويس قوي ودي نقطة مهمة حسين الشاحات حس انه دايما عايز يستلم الكورة في رجله وليد سليمان عايز يستلم الكورة في رجله وبعدين يبتدي هو ينطلق انما رمضان وكهرباء الاتنين عندهمش اي مشكلة في انهم يستلم الكورة وهم بيجروا ووشوهم على طول الجهود وعندهم التصرف السريع بتاعنا انا زي رقص او زي حل الموقف الفردي واحد كهرباء كمان اللي فيه ميزة عايزة ان كهرباء فينشر احسن رمضان السنة تطور في الفنشنج اكتر مع فيلر وكمان شاهدناه في كهاز الامم مع متخب الولمبي لكن كهرباء من اللي كنت باشوفه في السيني فاتر وفي احسن موسم ليه من سنتين كان في التحجة ده هو فينشر كويس جدا لما بيتوفر له فريق كويس يأسس لي او يعابله في رواهات كويسة فكهرباء فينشر سريع طيب احمد يسلم بيسألك ديانج عود حمدي فاتحي ديانج النهاردة يعني ده حاجة وده حاجة لكن استخلاصات ديانج النهاردة وقويته البدنية حاجة قوية جدا هتفيد الاهلي مش بس محلين افريقين اكتر كمان حمدي بيزيد لقدام رأسياته وهجومه بيلعب ثروهاد فهو عنده اداع هجومي اكتر لسه ما شفتش ديانج اكتر بس ديانج في الناحية الدفاعية قوي جدا جدا مكسب كبير للاهلي فيه وقت معين هو يبتدي يدفع به هو انا كنت بشوفه ان هو بيباصي غلق كتير في الفترات الاولانية عايزي بين نفسه فعايزي يشوط على الجول عايزي يباصي عايزي يخش ياخد الكرة وهو يعدي بنفسه بجسمه لكن شوية لما ابتدى ده يعني خلاص لهو انت استعرض انت حبي انت بينت امكانياتك لا انت مش هتوقض على في التشكيل الاساسي انت هتوقض على الدك لما تلعب لمصلحة الفريق بس لما تشيل الحتة الاستعراضية من ان ادائك هتلعب فدي طبيعي جدا عند اي صفقة جديدة عايزي بين نفسه عايز الجمهور يعرف هو ده قصدي فعشان كده هو تحس ان كانت في المتشاط القليلة اللي بياخدها زي المرحلة التمهدية مثلا في دوري ابطال افريقيا زي الكاس تحس انه كان عايزي يباين نفسه زيادة عن الحد فابتدى فيلر يبقى بيقرص عليه في حتة لا انت دورك ده دور محوري جدا وخطر والنهاردة اللي كان مضيع وسط الاهلي كانت البساطة الغلط يعني فكرة ان كان فيه وقت كتير بيروح فرص على الاهلي فسبابها ان الاهلي مقدرش يعمل الاستحواز اللي متعود عليه كل مرش مجد افشا كان مترائب والسنائية بتاعت سيسي وديانج كانوا بيغلطوا سولية وديانج كانوا بيغلطوا كتير في الباس اي حد هيفكر يهاجم قدام الاهلي هيزعل ده احمد محمد اه بس ناخد بالنا من نقطة ان الاهلي النهاردة فيه فرص كتير ضاعت عليه يعني الاتحاد سكنداري راح اتقول كتير لو كان الاتحاد جاب جون او جاب جنين منهم هيصعب المطش على الاهلي فلا فيه ناس تقدر تهاجم الاهلي يا كل القصة ان انت هتقدر تستفيد من الفرص دي ولا لا وفايلر هيريكت بقى بسرعة ويتصرف ولا لا النهاردة فايلر كان زكي كالعادة يعني ادر ان لما شاف الجبهة بتاعت احمد الشيخ بترد عليه نار ودى فيها جونيور اجايه قدر انه يحرك الفرق او يدخل احمد الشيخ للقلب في بعض الاحيان علشان خاطر ياخد العين من على مجدي افشة فمجدي افشة ياخد حريته فلما مجدي افشة ياخد حريته يبقى سهل ان العيمة تبصيله او زي الجول مثلا ان الافشة هرب فيه ناحية اليمين لو بصيت على الهجمة دي هتلاقي اولها احمد الشيخ ان هو اللي واقف في القلب فهو اللي اخد مع العين فدي كانت حركة زكية جدا ان الناس اجعل احمد الشيخ ليه احمد الشيخ قررته كتير بتكون غلط يعني لما برضو زي حسين لما الشيخ بيلعب السهل على طول هو بدنيا مش اقوى حاجة ده سؤال من فصل محمود ليه احمد الشيخ يعني معرفش اللي احس ان هو احمد الشيخ حريف احمد الشيخ كان النجم رقم واحد في فرقته نصر المقاصة مرتين وبالتالي احمد الشيخ عنده قناعة بان الكورة بتتلعب بالطريقة دي وانا نجحت بها قبل كده اقف على الكورة اخدها واطلع اجري بيها وهو عنده قدرة دي عالية جدا بس في الاهلي انت مش كل الفرق هتهاجمك وتديك مساحات وبالتالي بيبقى في طلبات تانية بقى طلبات التانية اهمها ان انا اكسب الالتحامات الصناقية وان انا لما تبقى معايا كورة اوباصي سهل اوباصي الكورة السهلة علشان خطر مفقدش الاستحواز فالخصمة ما يلاقيش مساحات لان انا فرقتي كلها طايرة فاحمد الشيخ الكورة بتاعته هي الشخصية دي هي تليق على الفرق غير الاهلي بس لما يروح الاهلي محتاج ان هو يتعلم حاجات تانية هل يتعلم حاجات تانية اه هل يقدر يكون مفيد جدا للاهلي اه لان عنده الموهبة والمهارة بقيت الحاجات دي تتعلم تكتسب يعني فالفكرة بقى ان انا بالنسبة لي احمد الشيخ ممكن يكون لناس كتير من الجمهور ما اقنعهمش انه يكون اساسي في الاهلي اوكي بس ضروري بقى الاهلي عنده بلان بي عنده حل المديل عنده فترة الغيابات عنده لاعب يقدر يرقص ويقدر يروغ ويقدر يجيب جون فانت محتاج جدا للنوعية دي لانك اتفرجت على الاهلي في السنين اللي كان بيخسر فيها دوري ابطال افريقيا اللي فاتت مش الموسم اللي فات بتاع اللي خارج فيه من بادري لا بكلم على الترجي واتكلم قبلها على الوداد في المسلمين دول الاهلي ما كانش عنده على الدكة اي لعيب ينفع يدعب مكان الاساسيين فكان غياب وليد ازاره ده كارسة غياب وليد سليمان ده كارسة اه كارسة فهم اي لعيب بيغيب كارسة لان حتى اللعيبة اللي كانت موجودة وقتها في الاهلي هي حلان صابر رحيل احتياطي في الاتحاد سكندري على سبيل المثال فانت بتتكلم على ان قيمة الاهلي وقتها ما كانش العناصر البديلة فيها على قد ابدا الفريق الاول انما دلوقتي لازم يكون عندك مواهب على الدكة تقدر تطورها انت علشان قطر تبقى حل بديل جيد واحمد الشيخ حل بديل جيد في الاهلي تيجي نقفل ولا نكمل طب هل رمضان صبحي مؤثر غيابه تعال ناخد ثلاث اسئلة كمان طبعا رمضان غيابه مؤثر جدا فايلر كان بيبني يعني هو بيطلع دايما في كل مكتمر بعد المطر يوم ما عنديش لعب اساسي ولعب بديل بس واحد من الاساسيين يعني بحيس من خطة فايلر مبنية على رمضان زي ما انت قلت من شوية بناء اللاعب اوقات على رمضان لما في مطشات كتير زي مطش الحرس ديمك اتعاد ارمي الرمضان وهنتصرف بعد كده فرمضان مهم جدا غيابه مؤثر اكيد النهاردة شفنا ده لكن ممكن مع مرور الوقت يبتدي فايلر يلاقي حل تانية طب مين احسر معلوله الاساسي ده عبدو هيرو ماينفعش اقارن ده بدا تماما الله عليك يا رمض ماينفعش ده حاجة وده حاجة اه عمر عادل رأيك في وليد ازارو اه بيعني معرفش في مشكلة في الفينشينج بتاعه في مشكلة دايما من طول وقت ما تحلتش في الفينشينج مهاجم كويس جدا بثقة بتتهزي بتتهزي بسهولة لو ضيع فرستين وهو بيحتاج دايما يضيع فرستين عشان يجيب التالتة على عكس النهاردة النهاردة جاب من اول فرصة بس انت عارف بقى احنا كان الكلام كله قبل ما الموسم يبتدي كان كل الكلام على ان يا جماعة جونيور اجاية لازم يمشي بقى كفاية يا جماعة رمضان صبحي لازم يرجع بقى ده واضح ان هو ضاع خلاص بسبب الاحتراف في انجلترا وعدم اللعب فمش شايف قدامه يا جماعة يا جماعة احسين الشحات ده صفقة مش عارف عاملة ازاي كل الناس كان بتنتقد كل لعب لان مستواهم كان فعلا متراضي مع مرة اللي صارتي بس الرجل اللي موجود ده اللي ماسك السويسري الجامد ده ده قدر ان هو يرفع مستوى حسين الشحات يرفع مستوى عمر السلية يرفع مستوى رمضان صبحي ويرفع مستوى زونيور اجاييه فانت بتتكلم في انه بما انه نجح مع كل دول ايه اللي خاليه ما ينجحش مع وليد ازارو والسؤال دايما هل العيد ده عنده اصلا موهبة ولا كان اشتغالة فلأ هو وليد ازارو بتأكيد عنده بس اخر حاجة بقى ممكن اخر سؤال فعلا بيسألو ايه صار التطاور محمد الشناوي يعني عند قد الاهل ما بيجيش عليه لنفس الهجمات اللي كانت تحصل في عهد الاسارتي مثلا لكن الشناوي بنشوفه النهاردة الاهل يجيه الواحد بس في الدولة حد النهاردة جيه الاسوان ايه سبب تألو الجنش في السنة اللي فاتت مع الزمالك ندرب حبروك جواب ده بسهولك كده بالضبط كده شكرا لكم ان شاء الله استنونا بكرة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم enhance ترجمة نانسي قنقر